اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع أخي معالي السيد رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة وذلك للتحضير لزيارة فخامة رئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة لمملكة البحرين بالإضافة إلى بحث ترتيبات أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدول العربية والإسلامية والذي تستضيفه مملكة البحرين وقد رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد رياض المالكي مشيدا معالي بما يقوم به من جهود مضية ودؤوبة في كافة المحافل الدولية في سبيل استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية منوها معالي بما تحقق هذه الجهوب من مكاسب مهمة وخطوات مقتقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد معالي وزير الخارجية على دعم مملكة البحرين لنضال الشعب الفلسطيني وتأييدها ومساندتها لكافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية إيمانا من مملكة البحرين بأن هذا هو السبيل لكي تعيش جميع الدول وشعوب المنطقة في أمن وأمان من جهته أعرب معالي السيد رياض المالكي عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء معالي وزير الخارجية وعن خالص تقدير الشعب الفلسطيني لموقف مملكة البحرين الداعمة لقضيتهم والحريصة على كافة حقوقهم متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة